يستذكر البحرينيون مآثر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رحمه الله مؤكدين بأنه كان دوما قريبا منهم ومتلمسا لحاجاتهم وهمومهم بلا حواجز وفي الظروف كافة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رحمه الله تعالى كرس حياته لخدمة المملكة وشعبها حيث عاش سموه منتمسا لحاجات الناس وهمومهم ومشاكلهم ومنفتحا على الجميع بلا حواجز وساعيا في الدفاع عن مصالح المواطنين وتحقيق المكتسبات تنفيذا لتوجهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه رغم كل التحديات والظروف فكانت ولا زالت وستبقى بصمة إنجازاته وإسهاماته راسخة يشهد لها جميع أبناء مملكة البحرين طبعا في الأول أقدم تعازي الجالة الملك والسموه عيسى الوزراء وطبعا الله يرحمه الشيخ خليفة بن سلمان أبو الجميع ورجل التقدم والتنمية في البلد الأول يعني طبعا التنمية الغديمة والتنمية الجديدة ومهما قلنا ما بنوفي حقا السموه ورئيس الوزراء الله يرحمه هو اللي بنى النهضة يعني إنجازاته عظيمة قلن في القطاع المصرفي أو التجاري أو الصناعي أو حتى في نشأة الكادر البحريني معروف هو معروف وخزم البلد وهذه كل من يحبه ما مش وحد ما يحبه الله يرحمه ساكن الجنة كله بطيب وخدم البلد وخدم الشعاب وهذه كل من يحبه ما مش وحد ما يحبه الله يرحمه ساكن الجنة رمى الشيخ خليفة رحمة الله عليه نبكي عليه والله العظيمة نبه نبكي يقول له مجاملة وبنفاقه وهذه البكافي قلبه وندعيه إن شاء الله رب العالمين جنة الله ساكن واسعة رحمة الله والله يرحمه وخليه طوله نعوه وعياله طوله عمره وباقي شيخنا وجالات الملك إن شاء الله وسموه للعاف إن شاء الله يسعون يكملون مسيرته لأفكاره كانت تدريبه مآثر صاحب السبوغ الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رحمه الله تعالى ستبقى خالدة في ذهن جميع البحرينيين الذين أحبوه كرجل دولة وقائد محب لشعبه ولا يمكن لشعب مملكة البحرين أن ينسى لخليفة بن سلمان نهجه الإنساني في التواضع وحرصه على القرب من أبناء شعبه في كل المحافل والمناسبات وخصوصا أنه كان قريبا من كل شرائح المجتمع من خلال دعمه ومؤذرته للجميع وتقديره للجميع دون استثناء